السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم جديد وشكرا أفاد تقرير صحفي سعودي أن إدارة اتحاد جدا تخطط لطلب تعليق عقوبة إيقاف اللعب أبدرزاق حمد الله من خلال اللجوء إلى مركز تحكيم الرياضي وأكدت صحيفة السبورت السعودي المحلية أن إدارة الاتحاد تتحرك من أجل رفع العقوبة عن لعبها وذلك في ظل حاجة الفريق للدولي المغربي وكانت لجنة الاحتراف قد أعلنت قرارها بشأن قضية حمد الله وقررت إيقافه لمدة أربعة أشهر ودفع غرامة مالية تبلغ قيمتها 3600 ألف ريال حوالي 82 مليون سنتيم مغربي بجانب ستة أشهر إيقاف للمدير تنفيذ الاتحاد جدا حامد البلوي وإيقاف ثلاثة أشهر لمدير الكرة مشعل السيد إضافة إلى حرمان الفريق من ضم لعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2023 بجانب غرامة مالية ضد النادي قدرها 500 ألف ريال سعودي حوالي 137 مليون سنتيم مغربي وعوضحت الصحيفة السعودية أن الاتحاد سيطلب تعليق عقوبة الإيقاف لحين النظر في الاستئناف من قبل مركز التحكيم الرياضي ومن جهة أخرى أكد مسلي الأم عمر رئيس نادي النصر السعودي أن فريقه سوف يدرس قرارات لجنة الاحتراف وسيتشبت بحقوقه كما جاء في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر حيث قال حقوق النصر لا تنازل عنها وإن طال أماد التقاضي سندرس قرارات لجنة الاحتراف للبدء في الجولة الجديدة ونسأل الله توفق ترجمة نانسي قنقر